لدي هذا التفاعل هنا حيث لدي مول من الميثان وفاعلته مع 2 مول من الأكسجين وسوف ننتج مول من ثاني أكسيد الكربون و2 مول من الماء وما نريد الإجابة عليه في هذا الفيديو إذا كان التفاعل تلقائيا وتعلمنا في الفيديو السابق أنه للإجابة على هذا السؤال يجب أن نستخدم زيغة كبس للطاقة الحرة أو تغير في طاقة كبس الحرة وتغير في طاقة كبس الحرة تساوي تساوي التغير في الانثلبي لتفاعل ناقص درجة الحرارة عند حدوث التفاعل ضرب التغير في الانثلبي وإذا كان هذا أقل من صفر ومن ثم سيكون تفاعل تلقائي إذا كان أقل من صفر سيكون تفاعل تلقائي إذا أعطيتك لمحة عن كيفية البدء لقد حسبت أتغير في الانثلبي لهذا التفاعل وهو هنا ونعلم كيف نقوم بهذا قمنا بذلك في عدة فيديوهات يمكن أن تبحث عن حرارة التشكيل لكل مواد ناتجة للماء سوف تضرب هذا في اثنان بما أنه لديك اثنان مول وهكذا لديك حرارة التشكيل لكل المنتجات ومن ثم نطرح حرارة تتشكيل من كل المواد المتفاعلة وبالطبع حرارة التشكيل للأكسجين هي الصفر لهذا لن يظهر هذا وسنحصل على ناقص 890.3 كيلوجول حسنا هذا يدل على أنه تفاعل طارد للحرارة بحيث أن هذا الطرف من المعادلة هو أقل طاقة من هذا الطرف ويمكن أن تفكر به بهذه الطريقة هل في هذا الجانب بعض الطاقة يجب أن تكون خرجت أو أطلقت ويمكن أن نضع هنا زائد الطاقة لنكتب زائد بعض الطاقة التي ستخرج لهذا السبب هو طارد للحرارة لكن في المعادلة هل هذا تلقائي؟ إذن لنعرف إذا كان تلقائي يجب أن نجد دلتا إس دلتا إس لمساعدتك لإيجاد دلتا إس وحفاظا على الوقت بحث عن الإنتروبية القياسية لكل واحد من هذه الجزائيات على سبيل المقياس سأكتب هنا بلون مختلف سأكتب هنا بلون مختلف دلتا إس حسنا سأكتب رمز آخر يدل على المولية القياسية إس سنضع رمز بسيط هنا الإنتروبية المولية القياسية عند القول قياسي أو مقياس هو عند 298 درجة كيلفين في الواقع لا يجب القول درجة كيلفين إنها 298 درجة كيلفين لا نصخدم كيلفة درجة هنا عندما نحدث عن الكيلفين إذن هي 298 كيلفين وهي 25 درجة سولوسيوس إذن هي درجة حرارة الغرفة إذن لهذا تعتبر درجة حرارة قياسية إذن الإنتروبية القياسية للميثان عند درجة حرارة الغرفة هي تساوي هذا الرقم هنا وهو 186 جول لكل كيلفين إذن لدينا 1 مول من الميثان ولدينا 186 جول لكل كيلفين من الإنتروبي إذن إذا كان لدي 2 مول سأضرب هذا في 2 وإذا كان لدي 3 مولات سأضرب هذا في 3 إذن أتغير الكل في الإنتروبي لهذا التفاعل هو الإنتروبيا القياسية للمنتجات ناقص الإنتروبيا القياسية للمواد المتفاعلة تماما كما فعلنا في الإنتروبي وهذا سيساوي 213.6 زائد 2 مول إذن زائد 2 مول ضرب لنكتب هنا 70 وهي 69.9 تقريبا 70 زائد 2 ضرب 70 ثم سأطرح منه الإنتروبيا للمواد المتفاعلة أو هذا الجانب من التفاعل إذن الإنتروبيا 1 مول من الميثان هو 186 زائد 2 ضرب 205 إذن تقريبا هذا الرقم قريب من هذا الرقم لكن هذا الرقم أكثر بكثير من هذا الرقم الماء السائل لديه أقل بكثير هذا ماء سائل الإنتروبيا لديه أقل بكثير إنتروبيا من غاز الأكسجين وهذا منطقي لأن سائل المتكون هناك عدد أقل كثيرا من الحالات وتعرف كله يسقط لقاع الوعاء وتأخذ شكل الغرفة وتتوسع إذن الغاز في العادة له إنتروبيا أكبر منه في السائل إذن مجرد لمحة وسنرى بالفعل أن المنتجات المواد الناتجة سيكون لديها إنتروبيا أقل من المواد المتفاعلة إذن هذا من المحتمل التأكيد عليه لكن لنتأكد إذن لدي هنا 213.6 زائد 2 ضرب 70 هذا يساوي 353.6 ومن ثم من هذا سنطرح منه 186 زائد 2 ضرب 205 2 ضرب 205 ويساوي 596 إذن ناقص 596 وماذا هذا يساوي؟ حسنا إذن نضع ناقص 596 ومن ثم زائد 353.6 ومن ثم لدينا ناقص 242.4 حسنا إذن هذا يساوي ناقص 242.4 جول لكل كلبن وهي وهي دلتا S هذه بالسالب إذن نحن ننفذ هذه الطاقة وهذه الوحدات قد لا تكون منطقية لك الآن عمليا تعلم هذه وحدات عشوائية لكن يمكن القول هذه أصبحت منظمة أكثر ومنطقية لأنه لدينا تن من الغاز لدينا ثلاثة جزئات منفصلة واحد هنا واثنان هنا جزئات من الأكسجين ومن ثم ننتقل إلى ثلاث جزئات مرة أخرى لكن الماء هو سائل الآن إذن هذا منطقي أننا نفقد انتروبي هناك حالات أقل في السائل خاصة يمكن أن أخذها لكن لنجد إذا كان التفاعل تلقائي إذن دلتا جي تساوي دلتا إيش دلتا جي تساوي دلتا إيش نحن نطلق حرارة إذن هي ناقص ثمانمائة وتسعون سأتخلص من الكسور العشرية لا دعي لهذه الدقة ناقص درجة الحرارة نفترض أننا في غرفة درجة حرارتها مائتان وثمان وتسعون كيلفين يجب القول فقط مائتان وثمان وتسعون عدم قول درجة الحرارة وهي خمسون وعشرون درجة سليسيس ضرب التغير في الانتروبي الآن سنقول حسنا ناقص مائتان واثنان واربعون هذه هنا في الكيلو جول وهنا هي في الجول حسنا إذن إذا أردت أن تكتب كل شيء في الكيلو جول بما أننا كتبنا هذا مسبقا سأكتبه في الكيلو جول إذن هذه تسابي فاصلة مائتان واثنان واربعون كيلو جول لكل كيلفين كيلو جول لكل كيلفين إذن طاقة جبس الحرة هنا ستكون ناقص ثمانمائة وتسعون كيلو جول ناقص مائتان وتسعون إذن ناقص مائتان وتسعون ناقص هذه تصبح زائد وهذا منطقي هذا الطرف للانتروبي سيجعل طاقة جبس الحرة موجبة وهو كما نعلم بما أننا نريد أن نحصل على هذا أقل من صفر هذا سيحارب التلقائية لكن لنرى إذا كان بالإمكان أن نطغي على الانتروبي الحقيقية الطبيعة طاردة للحرارة له ويبدو أنها سوف تقوم بذلك لأننا نضرب كسر ضرب هذا وسيكون الناتج رقم صغير لكن لنجده إذن نقسم على هذا التغير في الانتروبي ضرب مائتان وثمان وتسعون وهذا هي درجة الحرارة وهي ناقص 72 إذن هذا الطرف يصبح يصبح زائد 72.2 إذن هذا الطرف الانتروبي عند درجة الحرارة القياسية إذن يتحول إلى هذا وهذا طرف الانتروبي إذن يمكن رؤية أن الانتروبي هي رقم سالب أكثر بكثير منه من طرف الموجب من درجة الحرارة ضرب التغير في الانتروبي إذن هذا الطرف يربح بالرغم أننا نفقد انتروبي في هذا التفاعل أنه يطلق طاقة كبيرة وهذا سيكون تلقائي هذا بالتأكيد أقل من صفر وهذا سيكون تلقائي تفاعل تلقائي إنه تفاعل تلقائي كما ترى مسائل جبس للطاقة الحرة هي ليست صعبة فقط عليك إيجاد هذه القيم ولإيجاد هذه القيم إما أن تكون معطى دلتا إتش لكن نعلم كيف نحل بالنسبة لدلتا إتش ونبحث فقط عن حرارة التشكيل لكل المنتجات أو المواد الناتجة وتطرح منها المواد المتفاعلة وبالطبع بعد موازنة المعادلات ومن ثم لإيجاد التغير في الإنتروبي تقوم بنفس الشيء يجب أن تبحث عن الإنتروبية المولية القياسية لكل المواد الناتجة بعد موازنة المعادلات وتطرح منها المواد المتفاعلة ومن ثم تعود هنا ومن ثم سيكون لديك صيغة قبس الحرة للطاقة وفي هذه الحالة كانت سالبة الآن يمكن أن تتخيل حالة حيث تكون درجة الحرارة عالية مثل سطح الشمس أو أيا كان حيث فجأة بدلا من 298 هنا إذا كان لديك ألفان إذا كان لديك ألفان أو أربعة آلاف هنا عندها فجأة كل شيء أصبح مثير إذا أمكنك التخيل إذا كان لديك أربعة آلاف كيلفين درجة الحرارة هنا وفجأة طرف الإنتروبي فقدان الإنتروبي سيكون مهم أكثر بكثير وأيضا هذا الطرف الموجب سيكون يفوق هذا ويمكن أن لا يكون تلقائي عند درجة حرارة عالية جدا جدا طريقة أخرى للتفكير بهذا التفاعل الذي ينتج حرارة الذي يطلق حرارة الحرارة الحرارة المنطلقة لا تهم كثيرا عندما تكون هناك الكثير من الحرارة أو الطاقة الحركية في البيئة إذا درجة الحرارة كانت عالية بشكل كافي هذا التفاعل لن يكون تلقائي لأنه ربما طرف الإنتروبي سيربح ولكن على أي حال أردت أن أقوم بالحسابات لأبين لك أنه لا يوجد شيء معقد وأنه مجرد يمكنك أن تبحث عن كل شيء في الويب وستجد أن إذا كان هناك شيء ما تلقائي أم لا على أي حال أرقم في الفيديو التالي إلى اللقاء